اشتركوا في القناة احتاجها لتحضير وصفتنا هذا اليوم عندي هنا هذا الدجاج غسلته وتركته ينشف وعندي هنا تمان احتاج احتاج الحمص اذا تريدون تسلقوه بالبيت او تشتروه جاهز بمسلوق فقط تصفوه من الماي احتاج بصلة واحدة مثرومة ناعم احتاج طماطع عدد واحد ايضا شوفوها مقطعة مكعبات احتاج الثوم يكون راس واحد واحتاج هنانا عندي ملعقة كوب من تيكا مصالة ملعقة كوب من الفلفل الاسود وبالطبع احتاج للملح اول شي خليت القليل من الزيت على النار بعدها راح اضيف له البصل اللي مقطعته واسهي البصل شوية على النار بعدها راح اضيف له الدجاج بعدها راح اضيف له القليل من الملح واقلبه على النار لهذا الدجاج مع الملح اخليه يتحمص شوية او ينقلي شوية بعد الشكل واغطي القدر واترك هذا الدجاج يستوي على نار متوسطة بعدها اضيف له الفلفل الاسود اضيف له الطماطع المكعبات اضيف له التكة مسالة واقلبهم على النار سوية بعد ما استوت الطماطع ارفع القشر من عدها شوفو بعد ما ارفع القشر واضيف لها ماء مغلي يعني الماء المغلي ما يكون كثير كلش قليل تقريبا كوب من الماء المغلي ضفت لها بعدها اضيف لها التمن بعد ما غسلتها واضيف الحمص بعد ما صفيتها من الماء وقلبهم سوية اخلطهم التمن والدجاج والحمص كلهم اخلطهم سوية اغطي اغطي قبل ما اغطي القدر راح اضيف لها اضيف لها الثوم عندي هنانا الثوم كامل اغمسة بالوسط بالقدر بهذا الشكل احاول اغمره بالماء ينطي الطعام اغطي القدر اغطي القدر واترك هذه الاكلة عن النار الى ان ما ينشف الماء من عدها واخليها تتهدر وبعدها اقدمها وهكذا انتهيت من تحضير اكلتنا لهذا اليوم طبعا ريحتها شي رهيب وطعمها شي يعني الريحة اطيب من الطعم والطعم يعني ما تعرفون يعني اطيب من الشي اطيب من شي طلعت هذه الاكلة رهيبة راح اقدمها فرغها بهذا صح من التقديم واقدمها فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها والفعافية مقدمان واترككم بامان الله الى ان ما نلتقي في فيديو اخر شكرا جزيلا للمشاهدة 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 شكرا